حدث في مسلسل إيمانيت حدث لم نشهده من قبل في أي مسلسل تلفزيوني تفاجأ الجمهور الذي تبع المسلسل عن كثب بهذا الحدث إذا سألتموني فهذا مؤشر على فشل فريق الإنتاج رأينا أنه بعد إصدار سلسلة إيمانيت ترك كاراميل بروديكشن غراس في عملهم عدة مرات وبالتالي ارتكبوا أخطاء كبيرة يترقب الجمهور منذ فترة طويلة الكشف عن أهم سر في مسلسل إيمانيت لكن هذا السر لم يتم الكشف عنه ما سر مسلسل إيمانيت الذي لم يكشف عنه برأيي كان السر الأكبر في مسلسل إيمانيت هو أن يامان وعلي لم يعلم أنهما شقيقان لمدة ثلاثة مواعس كان الجميع ينتظرون الكشف عن السر ومع ذلك ماتت الشخصيات التي عرفت أن يامان وعلي هما أخوان لكن مع ذلك بقي شخص واحد يعرف هذا السر في المسلسل أعتقد المعلقون أن علي سيمرد وسيحتاج إلى عملية زرع كلا طارئة ظن أن السيدة السلطان ستكتشف كل الأسرار حتى يأتي يامان علي كريته ومع ذلك لم يحدث أي من الأحداث المتوقعة لم تعيين شخصية المفوض علي في مكان آخر وترك ميلي هوسغايا الذي أعطى الحياة لهذه الشخصية المسلسل تركت نهاية هذه القصة مثل هذه خيبة أمل كبيرة للجمهور اعتبر الجمهور هذا السيناريو سخيفا حسنا هل تعتقد أن قصة يامان وعلي ستنتهي هكذا شاركوني أفكاركم في قسم التعليقات بالفيديو وطعا